اشتركوا في القناة من ضمن حلقات فما حد يعني من الجداد ما بكون سامع لهم او بتكون راحت عليه الحلقة فلازم اجاوب عليهم لان هذولا بيساعدوا كثير من الاشخاص انهم يفهموا ايش يعني توقعات فلكية السؤال الاول من الاخ مكرم اخ مكرم بسأل بقول اخ سعيد ليش اغلب الفلكيين بيتهربوا من هذا السؤال هو ايش نسمع من البرج الشمسي وايش نسمع من البرج الطالع بتمنى ترد علي وشكرا على الشرح هذا السؤال الاول اما السؤال الثاني لانه اثنين مرتبطات في بعض السؤال الثاني من الاخت سلوة بتقول السؤال لحضرتك علمتنا انه التوقعات والاحداث الابراج بتصير حسب موقع القمر ومساره عبر البيوت طيب ليش بيرتبط البيت الاول من الطالع وقت الولادة دام بالنهاية بتكون القراءة على اساس البيت الاول وهو البرج الشمسي يا رب اكون وصلت الفكرة طبعا هاي هي اللي بتحكي عشان هيكي لازم اجاوب على هدول السؤالين بالمختصر هو السؤال شو يعني برج وشو يعني طالع ومتى اسمع لهذا ومتى اسمع لبرج الشمسي ولبرج الطالع اللي بتحدد ساعة ولادتي عشان تنفهم هاي المسألة لازم افهم انا شو هو البرج الشمسي وشو هو البرج الطالع اذا فهمت النقطين هذولا انا فهمت التوقعات اليومية والشهرية والسنوية واي واحد بيحكي عن الابراج لو اجي تركزت في النقطين هذولا انت بتفهمهم رغم اني دائما انا بحكي نفس العبارة لازم تسمع برجك وطالعك ولكن ما احدا بفهم او قليل اللي بيعرفوا شو المقصود من هذا الموضوع اول اشي بالنسبة للبرج الشمسي اللي هو اللي معروف عنه الحمل والثور والجوزاء اللي هي الابراج العادية اللي بتيجي كبرجك اللي خد تعرفوه من يوم واليوم والشهر والسنين هذا اسمه البرج الشمسي هاد هو اللي كيف الكون بمنحك طاقة معينة وبعطيك صفات وبعطيك حركة وبتحكم في حركتك يعني عيلتك كيف بتتعامل معك الشارع كيف بتتعامل معك البيت كيف بتتعامل معك والاحداث اللي بتصير فيه اصدقائك مناسباتك كيف بتندعي لإلها وبتعمل هاي الأشياء هذا اسمه الشمسي اطالع انت تحديدا كيف بتفكر يعني بتفكر تستثمر بتفكر تتحرك بتفكر تسافر بتفكر تدرس بتفكر انت يعني كشخص شو اللي من داخلك الطاقة اللي عندك انت بدك تعملها فعشان هيك لما تيجي تجمع ما بين التوقعين بتلاقي انك انت فهمت شو يعني توقعات شو اللي انت بدك تعمله وشو الناس بدك تعمل معك اعطيكم ملاحظة على هاي الموضوع يعني مثل لنفترض انك انت برج الآن احنا بنحكي برج الثور فبرج الثور معروف انه القمر موجود في برج الحمل معناته انت طاقتك ضعيفة وفي نفس اللحظة محبط عندك نوع من الملل بتشعر ببعض التعب الامور مش ماشي معك اشخاص ممكن يعطلوا بعض الامور وما تزبط معك بعض الاحداث يعني بعض الوعود هاي هذا بالنسبة لها برجك طيب لو اجينا وقلنا هذا برج الثور وطال عجل القوس منلاقي رغم الاحباطات اللي بتصير معاه الا انه هو حاب يتواصل مع الحبيب بيفكر بالاحبة بيفكر بيتواصل معاهم لقاءهم يتراسل معاهم عنده بعض الغراميات شوفوا كيف صارت الامور امرين مع بعض انه تعبان ولكنه بيحب ماشي طيب لنفترض انه برج الثور وطالعه خلينا نحكي الاسد منلاقي انه محبطه تعبان ولكن عنده اتصالات كثيرة مع اشخاص خارج البلاد او اجانب او امتحانات جامعية او من هذه الامور وهذا الشيء بينطبق على كل الابراج يعني لو اجينا وقلنا مثلا برج الاسد من المفروض انه عنده طاقة وسفريات والى ما لا نهاية ولكن في المقابل انه لنفترض انه طالعه الثور منلاقي انه هو رغم هذا الحظ اللي عنده الا انه تعبان بيتحرك بقليل من الحيل بقليل من الطاقة ما عنده رغب يتواصل مع حد ملول بالفترة هاي بيصير عنده بعض الاحداث اللي ما بتزبط بنوعد باشياء والاشياء هاي ما بتتحقق لانه طالع هو اللي تحكم في الموضوع فعشان هيك لازم تسمع المسألتين تعرف انت شو اللي بتبادر فيه وايش اللي حواليك بيبادره فيه الان ممكن انت تيجي تقول لا انا بنطبق علي مثلا توقعات الطالع اكثر من توقعات البرج صحيح لانه انت اساسا بالفترة هاي ناشط جدا وبتتحرك واجتماعي وعندك طاقة للحركة لانه الكواكب بتعطيك طاقة معينة فلغت او خففت من تأثيرات برجك الشمسي والعكس صحيح يعني مرات بتزبط معك هاي مرات بتزبط هاي مرات اثنتين مع بعض لازم تسمع اثنين وتدمجهم مع بعض هذا جواب مبسط ارجو اني اكون وصلت المعلومة المسألة سؤال برضو هيك بين قوسين خلينا نحكي عنه اللي بيجي بقول لي برج القمري وبرج الزهري هدولة بتعلقوا بعواطفك بتعلقوا بافكارك العاطفية طريقة استعطافك ما لهم بالتوقعات الكاملة الا اذا كنت عاطفي جدا ومأثر العواطف عليك بشكل كبير فبتلاقي هدولة بتحكموا فيك لانه انت عاطفي زيادة عن اللزوم وهذه دائما قليل جدا انها تزبط التوقعات على البرج القمري او البرج الزهري او البرج المريخي او مش عارف ايش هاي كلها شغلات احنا ما بناخذ فيها اللي بناخذ فيه برجك الشمسي وبرجك الطالع اللي هو يحدد ساعة الميلاد خلينا نروح على توقعاتنا اليوم بما انه توقعاتنا اليوم الجمعة 27 ايار مايو فجمعة مباركة على الجميع واسأل الله انه ربنا يتقبل منكم صلاتكم ودعاكم وعبادتكم واعمالكم باذنه تعالى القمر موجود اليوم بين برجين اليوم يعني الان موعد بث الحلقة اللي هو ليلة الخميس القمر موجود في برج الحمل وفي ساعات الصباح بده ينتقل ويصير في برج الثور معناته في عنا خلو مسار وعنا انتقال القمر الان موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و 6 دقائق من مساء اليوم الخميس بعدها بده ينتقل لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور بما ان القمر موجود في برج الحمل معناته رح يغلب علينا صفات من صفات برج الحمل لغاية ساعات الصباح بتظل الطاقة عندنا كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية من بادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع بتصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومنلاحظ أيضا في هاي الفترة إن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية ومعروف أنه في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك إدخال قصة شعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في زوايا انتهت وفي زوايا جديدة ظهرت على الساحة زي زاوي هاي اللي هي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين زحل طبعا هاي زاوية رح يظل منفصل لأن عطارد هو اللي رح يرجع برجوعه رح يشكل هاي زاوية وبعدين رح يرجع للحركة الأمامية قبل ما تتصل هاي زاوي ولكن تأثيراتها موجودة هاي الزاوية هي من 27-5 لغاية 9-6 الزاوية هاي بتسبب التعب والقلق والحذر والميلة الكآبة وبتحد من خيالنا تجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق وهذا الشيء بيضر بصحتنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاقتران زاوية الاقتران هاي إيجابية بين المريخ وبين المشتري وتأثيراتها لغاية يوم 2-6 بتخلق جون من التسامح وممكن نتسامح مع الأشخاص اللي بيخطئوا أو أخطئوا بحقنا ومنمد يد العون لإلهم وبتدفعنا للتراجع عن الخطأ أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسليس إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي برضو تأثيراتها لغاية يوم 28-5 إجمالا هاي بتدفع بحظوظنا بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسليس إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وتأثيراتها لغاية يوم 31-5 هاي بتزيد من حد الذهن والحدث والنقد وبتمنحنا حب العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل اليوم اللي هي ذروتها في زاويتين مع القمر وزاوية بطيئة اليوم ذروتها الزاوية الأولى هي زاوية إيجابية بين القمر وبين الزهرة وهي رح تكون في تمام الساعة ثلاث صباحاً بالزاوية هاي بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاءهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون الساعة ثلاث وعشرين دقيقة صباحاً بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يكون من الساعة ثلاث وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة ستة واثنين وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش يعني مدته ثلاث ساعات وهذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبي أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ستة واثنين وعشرين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بيكون انتقل من برج الحمل لبرج الثور وبلش يشكل أول زوايا لعيله وبتبلش طاقتنا حتى تتغير بنشعر بالحذر أكثر من ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل ما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا مادياً وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكننا شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع بالبيت بمشاهدة التلفاز مثلاً في عندنا زاوية سلبية اليوم ذروتها اللي هي بين الزهرة وبين بلوتو هي زاوية تربيع طبعاً هاي تأثيراتها لغاية يوم 28 خمسة هي اللي شوية بتدفعنا للعنف وبتجعل مزاجنا عدواني وعصبيين المزاج وممكن تنتهي العلاقات الضعيفة العاطفية بهذه الفترة وبرضو بتسببنا بعض الخلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية طبعاً من الآن موعد بث الحلقة اللي هي ليلة الخميس لغاية صباح يوم الجمعة الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب المرارة الشريين والدم ولكن من ساعات الصباح صباح الجمعة القمر بصير في برج الثور فعشان هيك بصير عندنا الأكثر حساسية العنق والحنجرة والحبال الصوتية والغدة الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم عشان هيك أصبحت هاي الأعضاء أكثر حساسية ولازم نوفر لها العناية الإضافية ونبعد عن عمليات بتتعلق في هاي الأمور بالنسبة لهذا اليوم طبعاً يوصى بإجراء العمليات الجراحية اللي بتتعلق بغير اللي ذكرناهم أي شيء غير اللي ذكرناه فمناسب العمليات الجراحية لإله طبعاً غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن لا يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثورق لأول مسار القادم ورح يبدأ يوم الأحد 29.05 بيبدأ في تمام ساعة 2.10 دقائق بعد الظهر وبيستمر حتى تمام ساعة 5.22 دقيقة مساءً بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزاء أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 26 يوم في تمام ساعة 12.45 دقيقة بعد منتصف الليل بيصبح 27 يوم نسبة الإضاءة بتصير 15% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس بالجوزاء حتى يوم 21.06 هي سعيدة الآن بنسبة 85% القمر في الحمل ورح ينتقل للثور في ساعة الصباح ورح ينكث في الثور لغاية يوم 29.05 هو سعيد بنسبة 70% ولكن في ساعة الصباح بيصير 60% وبيكمل ب60% لساعة المساء بساعة المساء يوم الجمعة بيصير 15% عطارد في الثورة بيتراجع حتى يوم 36 سعيد بنسبة 5% الزهرة في الحمل حتى يوم 28.05 سعيد بنسبة 30% المريخ في الحمل حتى يوم 57 سعيد بنسبة 15% المشترك في الحمل حتى يوم 28.07 سعيد بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 4.06 سعيد بنسبة 15% أرى نصف الثور حتى يوم 24.08 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28.06 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لبلوتوف الجذي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح انتقتكم بأنفسكم كبيرة وبرضو بعمكم النشاط وتقدروا تسيطروا على زمام الأمور في أي مجالات حياتكم وتنجحوا بالدفع بمصالحكم ممكن تهتم بمظهرك أو ببعض التغييرات في ساعات الصباح لو صباح يوم الجمعة بيصبح يوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون هاي الفرصة مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتك بتنشط بالاتصالات والزيارات وبتهتم للترويج لخطة أو للقيام بزيارة ممكن تعالج بعض المسائل الإدارية والتمويلية اللي بتطلب منك توقيع أو متابعة لدى المراجع المعنية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا ما زالت الأجواء ضاغطة عليكم في نوع من أنواع التعب وهذا الشيء بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني لازم تضعوا سلم الأولويات فقط للأعمال الضرورية والعجلة وتنتبهوا لغذائكم وراحتكم ممكن تتأخر بعض الأمور أو أشخاص توعدك بشيء وما توفي فيه في ساعات الصباح صباح الجمعة القمر رح ينتقل ويصير في برجك وهذا الشيء رح يدعمك بشكل كبير وتصبح ثقتك بنفسك كبيري وبعمك النشاط تقدر تبادر لخطوة جديدة دعم من مركزك الاجتماعي طبعا القمر بوصوله لعندك رح يعطيك فترة قادمة داعم لإلك بشكل كبير وهي تعتبر فترة جميلة جدا فحاول أنك تخذ المبادرة وتكون شجاع في أي مجال برج الجوزة بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنك أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة أو يتوجه لهم دعوة أو يكون عندهم احتفال معين أهم شيء أنك تكون يعني تتجاوب مع أصدقائك ووعودك ما تعمل أي مشاكل وما تحاول تتحكم بأصدقائك أو تنتقدهم في ساعات الصباح الأجواء رح تختلف بنحي سلبي لأن القمر رح ينتقل للثور فعشان هيك بيكون في بيت متاعبك بهذا الفترة هاي بتطلب منك عدم المبالغة في جهدك الجسماني وحاول أنك تنجز ما بوسعك من عمل متراكم دون إهمال صحتك أهم شيء أنك ما تراهن على الحضوظ لأنه ممكن تعاني من بعض الركود ومراوحة المكان وما تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك أفكارك طبيعة الحال بتكون مشوشة والظروف بتكون مخيبة للآمل برج السرطان طبعا ما زال القمر موجود في بيت السم على غاية صباح يوم الجمعة فمن الآن للصباح بتضل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء أنك ما تنفعل ما تخالف القوانين ما تعمل مشاكل أنت شوي يعني عندك شحنة فيها نوع من الطاقة السلبية أو المتاعب أو التوتر فبدك تعالج الأمور بهدوء بدون ما تشوه سمعتك في ساعات الصباح الأجواء رح تختلف تماما وتصير لمصلحتك ممكن يكون في عندك لقاء مع الأصدقاء أو تتعاون أنت وياهم بفاجأك أحد الأصدقاء بطلباته أو بتصرفاته اللي بتكون يعني شوي لمصلحتك بترافقك يعني رياح مؤاتية رغم الضغطات حاول أنك تكرر المحاولات إذا أردت الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة وهذا الشيء بيطلق مع طموحاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر موجود في البيت التاسع لغاية صباح يوم الجمعة فعشان هيك بيظل النشاط بالسفر والاتصالات البعيدة الحوارات النقاشات الامتحانات كلها ممتازة جدا حتى إجراء المقابلات ممتاز فبتقدر اليوم برضو تستغله وأنك تحسنوا الوضع أكثر بإظهار تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة وممكن تنجحوا بالترويج لعملكم وكسب الدعم والتأييد أهم شيء إنك ما تهمل واجباتك في ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما لأن القمر رح ينتقل لبيت السمعة فبيصبح الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بإدخال تعديل على طبيعة عملهم وبيوسعكوا إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة هاي مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون فيها بعض القلق حول أحد أفراد العائلة أو مسألة عائلية وممكن التواجه مسؤولية أو عبئ مهني أهم شيء ما ترتبك في المواقف الحساسة لأن الجو العام إجمالا في نوع من أنواع الصعوبة برج العدرة بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة بتظل متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بتقدروا تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنتوا بحاجة لطاقة عالية جدا خلال هذا اليوم لإنجاز بعض الأعمال المهمة أهم شيء أنك يعني تحاول تصبر لغاية ساعات صباح يوم الجمعة اللي هي الحديث من القمر ينتقل ويصير في البيت التاسع لأيلك لأي البيت هذا اللي بساعدك على أمور السفر والاتصالات البعيدة وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح عالية بشكل كبير وبتعود للإمساك بزمام الأمور هاي فترة إيجابية جدا بيسهل خلال هالحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الجهات معك برج الميزان بترغبوا في تدعيم شراكاتكم القمر مازال موجود مقابلكم تماما لغاية ساعات الصباح فبظل اليوم هذا أو اللحظات هاي أو ساعات هاي مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه ابعد عن المتاعب ابعد عن الانفعال ابعد عن القرارات المرتجلة لا تتصرف بعدائية وحاذر من الحوادث وانتبه لصحتك شوي في ساعات الصباح بتتغير الأوضاع تماما وبتمنحك فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك أو تفكر بتأمينات أو أمور إلها علاقة ببعض المواضيع المالية المشتركة أهم شيء حاول أنه تقدم بعض التنازلات أو تتراجع عن خطوات أو قرارات كانت مزعجة بالنسبة لإلك في الفترة الماضية برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل لأن القمر ما زال موجود في البيت السادس لغاية صباح يوم الجمعة فعشان هيك ممكن يكون فيه دنوع من أنواع تعاون ما بينك وبين الزملاء ولكن حاول أنك ما تفرض سلطتك على زملاءك بالعمل وابعد عن المشاكل قدر الإمكان ونظم جد والغذاء لأنه برضو العلاقة بالصحة حاول تأخذ قصة من الراحة من حين لآخر ما ترهقش حالك كثير من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين الواجبات عشان ما تتدخل الأمور والأعمال مع بعض في ساعات الصباح الأجواء شوي برضو ما رح تتحسن بشكل كبير ولكن في بعض النقاط الأفضل لأن القمر رح يكون مقابلك تماما الجو مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم حاذروا الإنفعالات بكل أنواعها لأنه شوي بيصعب التفاهم أو يصعب التفاهم معك ممكن تقع في ورطة أنت بيغنى عنها الجو متوتر وهاي الفترة ممكن تظهر لك بعض المشاكل فبدك تكون صبور وما تتدمر لأن هالفترة هاي خالية من الحظ برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم ومتعزيز العلاقة معهم الظروف جيدة احتمال أن يكون في قلق حول أحد الأحبة أو خلاف أو نقاش حاد أو يرجع أحد الأحبة للساحة من جديد في نشاط في حركة طاقة ممتازة جدا لغاية صباح يوم الجمعة ولكن من صباح يوم الجمعة القمر رح ينتقل للبيت السادس فممكن يتراكم العمل عندك وتصيروا ما عندكم القدرة الكاملة على إنجاز كثير من الأعمال هاي فبتكونوا تنظموا جدول غذائكم تأخذوا قصة من الراحة تنظموا أعمالكم ما تشتغلوا عملين مع بعض إذا اشتغلت عمل واحد بتنجزوا أما أن أكثر من عمل في نفس الوقت فأكيد رح يصير في بعض الخربطة عندك حاول أنك تعتمد على جهودك وطاقتك لحصد النجاحات والأرباح ما تعتمد كثير على الحضوض راقب وضعك الصحي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر صار يعني هو موجود في البيت الرابع اللي له علاقة في البيت والعائلة اللي بإمكانكم فقط أنكم تدخلوا تعديل على مسكنكم تفاهم مع أفراد العائلة فترة مهمة لتعزيز الروابط العائلية أو العلاقات الاجتماعية بالرغم من بعض الهواجس والوسواس والقلق في تبادل للزيارات أو الاتصالات المهمة لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح القمر رح ينتقل ويصير في البيت الخامس اللي هو أقوى بيوت داعم لإلك بيوت الحظ والعاطفة فمن خلال ساعات الصباح بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبيا تجدوا حليفة بيدعم تصوراتكم أهم شيء ما تستسلموا كرروا المحاولة اللي ما نجحت في الفترة الماضية ممكن ترغبوا اليوم باستكشاف مناطق تخرجوا برحلة بنزها بتغيير الجو الفترة هاي برضو ممكن يميل بعض موليد برج الجدي للسفر أو المشاركة في رحلات عمل لأجوار رومانسية وناجحة ولكن ممكن يكون فيها قلق حول أحد الأحبة برج الدلو ابتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج عن مشاريع بنجاح فترة فيها ناشاط وحركة وتواصل واتصالات ونقاشات وحوارات وترويج لسلعة أو لعمل ممتازة جدا لغاية صباح يوم الجمعة من صباح يوم الجمعة القمر رح ينتقل وصير في البيت الرابع فعشانيك التركيز رح يصير على البيت فبوسعك وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية لا تسمحوا لعواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداكم لا تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالانزعاج اسعوا لتحسين موقعكم في العمل ولتثبيته قدم المساعدة لا أي شخص بيطلبها منك أو بيحتاجها يعني الظروف البيتية والعائلية هي اللي رح تكون محور هذه الأيام أو الأيام القادمة فركز عليها بشكل جيد أهم شيء ابعد عن المشاكل برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر رح يظل يدعمك ماليا لغاية ساعات صباح يوم الجمعة فبتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي المكسب هذا بيجي يا عمل إضافي يا مستردات يا هبات يا دعم يا هدايا بعضكم طبعا كل واحد ممكن يأخذ جزء من هذا الجزء ممكن تسمع خبر سار أو يلعب قريب دور مهم معا خلال هذا اليوم ولكن الأهم أنك تحافظ على أموالك من السرقة والضياع والمصاريف اللي ماء الهداعي من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما لصالحك رح تنشطوا بالدراسة بالسفر بالاتصالات وتصيرها للفترة هاي مناسب للخروج في نزهة قصيرة بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بدك تحاول أنك تكون عنصر إيجابي ما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك بسبب عصبيتك وحديتك أو سوء تفاهم تحاول أنك تفهم الآخرين ابقى هادئ لا تفوت عليك الفرصة خصوصا إن كانت فرصة مصالحة تسوية حاول تكرر المحاولات السابقة وما تستسلم وحادر من السرعة وسوء التفاهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الولدين سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر